توحيد مختلف التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية عنوان لطالما ظل الحديث عنه مثار جدل منذ توقيع اتفاق الرياض قبل نحو ثلاث سنوات وهو الآن ضمن أولويات مجلس القيادة الرئاسي خلال الأيام الماضية عقدت اجتماعات عديدة مع قيادة وزارة الدفاع وأخرى مع قادة التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي والأخرى التابعة للتحالف رأسا وفي مقدمتها ألوية العمالقة وذلك في سبيل البدء بخطوات دمج القوات وفق ما نقله الإعلام الرسمي إصداره قرار تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية برئاسة اللواء هيثم طاهر المقرب من المجلس الانتقالي خطوة نحو الأمام تجاه المهمة التي لطالما استحال البدء فيها طيلة السنوات الماضية فالقوات العسكرية مقسمة ما بين جيش يتبع الحكومة الشرعية وأخرى تتبع المجلس الانتقالي وبينهما تشكيلات تتبع التحالف مباشرة ويضاف إليها قوات طارق صالح واقع معقد أفرزته الحرب التي تدخل عامها السابع ولم يقف تعقيد المشهد عند تشكيل قوات عسكرية موازية بل وصل لحد الصدام بينها وبين قوات الجيش والأمن المحسوبة على وزارتي الدفاع والداخلية ووفق وكالته السابع فيهدف تشكيل اللجنة لإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه وإنهاء جميع النزاعات المسلحة ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية تحديات بالغة التعقيد تقع على اللجنة التي تشكلت من 59 عضوا من مختلف التشكيلات العسكرية وبنجاحها سيتجاوز مجلس القيادة الرئاسي الجزء الأكبر من المعضلات التي يواجهها فيما احتمالات الفشل ستدخل المجلس في نفق مظلم لن يكون الخروج منه سهلا ترجمة نانسي قنقر